موسيقى يطيقكم لافة جميعا بهذا الفيديو رح نشرح اخر جزئية من موضوع السنسور سيستم والذي رح نحكي فيها عن بداية لازم نميز بين مصطلحين اساسيا البين سنسيشن ادراك او شعور الالم والنوكيوسبشن او النوزيوسبشن اذا بنا نحكيها بالبريطاني احساس الالم قبل من ميز بناتهم لازم نكون عارفين شو يعني البين اصطلاحا البين او الالم هو عبارة عن باستخدمها الجسم وسيلة حماية على سبيل المثال حكينا بالمحاضرة الماضية عم نفريزنج كولد والبيرنينج هوت حكينا انه هادولة ممكن يوصلوا لمرحلة البين ريسبتورز يتحفزوا عندنا بالجسم ويحكوا للانسان يحكوا للجسم انه هنا في عندك مصدر خطر لازم تبعد عنه يعني حرارة عالية نار ابعد عنها نفس الاشي مثلا لو انت عم تتعرض لضربة شكوش مثلا على رجلك لو انت مو حاسس في البين راح يصير في عندك كسر راح يصير في عندك دمج فالبين اشي كثير اساسي بالجسم وبيشتغل كوسيلة حماية وعشان احكي لكم اكثر عن اهميته منلاقي عندنا بمرضى الديابيتس مرضى السكري مع تقدم المرض بصير عندهم اشي نحكيله انيورو باثي بصيروا يفقدوا الاحساس بالسينسور سيجناز بشكل عام من ضمنهم البين سينسيشن فبتلاقي المريض ممكن يمشي على الارض في عليها مسامير عليها حجر او قزاز ما يحس في الالم وهذا الاشي بعرضه لخطر اكثر بصير في عنده الدمج تمام؟ كل هذا لانه فقد السينسيشن تبع البين فالبين وسيرة حماية كثيرة ضرورية بالجسم برضو نعتبرها vital signs شو يعني vital signs؟ هي المؤشرات الحيوية اللي بتدل على انه الانسان اللي قدامي عايش اموره تمام الفيتال ساينس اللي احنا بنعرفهم واللي راح نشوفهم كثير بدوام المستشفيات انه نحسب للمريض temperature نحسب له heart rate نحسب له respiratory rate blood pressure ضافوا عليهم من جديد البين صاروا يعتبروه fifth vital signs لانه الدكاتر والله ما احكوا البين احساس الالم ما راح يكون الا اذا الانسان عايش يعني ما راح نحس بالوجع الا اذا كنا عايشين الناس اللي بدخلوا بغيبوبة ما هدولا ابدا ما بيحسوا في البين تمام فالبين احنا بنعتبره vital signs طيب نيجي نميز بين النوكيوسبشن او النوكيوسبشن والبين النوكيوسبشن من اسمها لو بنيجي نحللها هي عبارة عن نوكشس يعني اشي ضار مع ريسبتور تمام هاي لو حللنا الكلمة فهي عبارة عن ريسبشن استقبال لنوكشس سينسوري انفورميشن كيف كيف تستثار هاي الرسيبتورات باي تيشو انجوري which is transmitted to the CNS باي نوكيوسبتور تمام فالنوكيوسبشن هي بس عبارة عن احساس الالم استقبال الالم استقبال معلومات الاحساس بالالم تستثار بواسطة مستقبلات الالم ونقلها الى الدماغ هلا احنا لهنا بس عم نعمل استقبال سينسيشن عشان نفهم البين ونحلله تمام بدنا نروح للبين البين is the perception ادراك الالم لا ايش لديس كومفورت or an agonizing sensation of variable magnitude evoked by the stimulation of sensory nerve endings فالعملية صارت عنا متكاملة استقبال الالم وتحليله وهذا الفرق بين النوكيوسبشن والبين سينسيشن تمام البرسبشن الادراك حكينا قبل انها عبارة عن conscious process يعني احنا منكون مدركين الالم اما السينسيشن لحاله ما رح يعطيني اي معلومة ما رح نتسفيد منه هو بس وظيفته يبعث لي الرسائل لليبين عشان نحللها وaccording ل الاسب هاي المؤسسة المسؤولة عن فهم الالم لما اجت اتعرف البين والنوكيوسبشن حكيت انه البين عبارة عن unpleasant sensory and emotional experience احساس وتجربة شعورية غير مرغوب فيها بتيجي مع ايش مع actual or potential tissue damage اما تلف حقيقي صار عندي عالجسم او محتمل تمام عالجسم عالانسجة الى اخره or described in terms of such damage اما النوزوسبشن هي عبارة عن unconscious activity induced by a harmful stimulus applied to sense receptors لاحظوا انه النوزوسبشن هي unconscious اللي احنا بنعملها انا والله ما برو على البين رسيبتورز بشغلهم وقلهم يلا حسوا بالالم لا هي unconscious activity لما توصل للبين ويتحول لبين ندخل احنا بال conscious process فهاي فعالية غير مدركة لتحفيز ضروري على المستقبلات الحسية هاي هي النوزوسبشن بالنسبة للبين فكأي بثوي عندي بالدسم بده ينقل سينسوري 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 باربع مراحل transduction conduction transmission و perception transduction هو تحويل البين البين stimulus لaction potential هذا الaction potential رح نعمله transmission من الريسيبتور transmission of action potential من spinal cord للثلاموس ايوه بيضل عندي البرسبشن اللي هي إدراك الألم البرسبشن هي عبارة عن تفسير يعني للبين سينسيشن وين بتصير بالثلاموس وجزء منها بروح على الكورتكس فسيح منعرف ان الكورتكس اغلب السينسيشن بالجسم بتصير فيه ولكن بالنسبة للبين فالبين سينسيشن بتكون غالبا في الثلاموس وإذا وصل عندي البين للكورتكس فالكورتكس بتكون وظيفته بس تفصيلية للبين راح نشوف فيه تفريق بين أنواع الألم تفسير دقيق تفسير هادف إلى آخره راح نناقش ما دوله تمام فالبرسبشن غالبا بيكون في الثلاموس وجزء منه ممكن نروح على الكورتكس لوصف الألم البين شو هي صفات البين أول إشي يعني ممكن إحنا نحفز البين ريسبتور وممكن نحفز ريسبتورات من نوع ثاني ولكن ب بحيث أنه نحن نوصل فيها للثراشول شو يذكركم هذا الحكي الثيرمال ريسبتور مذكرين حكينا الثيرمال ريسبتور ممكن إذا تحفز بشكل كبير يعطيني البين سينسيشن تمام لأنه وصلنا لثراشول تبعها تحفيز مفرط لمستقبلات أخرى البين إز يونيك أمون السينسيشن إن ذات إتهازة بلت إن أمبلزنت إفك يعني البين نفسه هاي المستقبلات بحد ذاتها تختلف عن باقي مستقبلات الجسم هذي إلها ميزة إنه إلها أمبلزنت إفك يعني شعور غير مريح غير محبب بالتكتائي السينسيشن ما كان في عندنا هذا الإشي بالثيرمل ما كان في عندنا هذا الإشي كل المستقبلات أمورها تمام إلا البين يعطيني بتركيب نفسها زي ما حكت لكم أنا عشان أشعر بالألم مجرد إنه وصلت الثلامس خلص بصير في عندي لكن شو أهمية الكورتكس زي ما حكينا وصف للألم الخصية الرابعة البين بشكل عام بيعطيني شو يعني هاي الاستجابة التجنبية يعني أنا إذا قربت أي مصدر ألم أي مسبب ألم على أي مكان بجسمي الجسم لحاله بيعمل له ويبعد عنه زي مثلا لو قربت أو ضربت أي إشي على إيدي الإيد على طول بدأ تبعد صح ولا لا فهاي هي البروتكشن ميكانيزم اللي حكينا عنها آخر خاصية إنه الكورتكال ريسيفنج إيريا الكورتكس يعني أفيرنتلي إيش مختصة أول إشي ديسكرميناشن للبين في عنا أنواع عديلة للبين ممكن 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 الكورتكس بتميز لبناتهم كلهم تفسير دقيق وميننجفول تفسير هادف وإلو معنى كيف يعني في أنواع من الألم بتكون مربوطة بالميموري بتكون مربوطة بالإموشنز وهي رح نأخذ عنها أكثر بالسنترل نيربو سيستم أوكي بالسين اس فمن أشياء يعني ممكن تذكروها ممكن إذا أنت وإنت صغير ما كنت أعرف والله أنه الدفاي أو الصوبة إذا قربت إيك عليها ممكن تعمل لك بينه وتحرقك فأول مرة فأول مرة أنت بتعملها بعدين بتحرم تمام لأنه خلص أنت تخزن عندك في الميموري تخزن عندك في الإموشن أنه هذا الإشي أمتليزنت أوكي فالواحد وهو عم يكبر شوي شوي بصير يحدد كل البيان اللي ممكن تعمله الضرر تمام بجينا هنا سؤال مهم كيف أنا ممكن أوصف الألم هذا الإشي ما بنطبق على الأذر vital signs اللي حكينا عنهم يعني أنا عشان أجيس الحرارة معي ميزان حرارة ده أجيس الضغط معي جهاز ضغط نفس الإشي بنطبق على الheart rate على الrespiratory rate كل هاي الأشياء ممكن أنا أحسبها أو أجيسها صح ولا لأ بالنسبة للبين إحنا هنا بدنا نعتمد على كلمات المريض يعني اللي بحكي لي يا أنا بدي أكتبه وفي عندي أكثر من طريقة عشان أحدد أو أوصف البين أول إشي location وين بتحس الألم أكثر إشي مزاجك where the pain is filled intensely how severe the pain is قديش شدة الألم وكيف إحنا ممكن نسأل مريض قديش شدة الألم عادة لما دوموا clinical بتحكي للمريض من واحد لعشرة قديش مسبب لك ألم ومنحكيله عادة إذا كانت في ميل على اعتبار إنه عشرة هو ألم الولادة إذا كان ميل نحكيله عشرة هو ألم الأسنان بعدين هو بقدر إذا كان أخف كان أكثر إلى آخر الفريكونسي قديش البين بيجي يعني بتحس البين بخف شوي بعدين بيرجع بعدين بيروح بيرجع زي هيك ولا يبضل continuous بشكل مستمر أوكي الـ quality هو type of pain بيجي بحكي لك والله عم بحس سككين أو بحس burning pain أوكي نحكيله إحنا stopping burning thropping في كثير أنواع على البين the duration how long the pain lasts when it occurs يعني هل والله البين مثلا زي المقص بيجي عشر دقائق بعدين بيروح بيرجع كمان عشر دقائق ولا بيضله مستمر والله لساعات هاي هي the duration الباترن what causes the pain and what improves it يعني على سبيل المثال الـ angina اللي هي ذبحة صدرية تلاقي المرضى لأنهم تضيق بإشاريين القلب لما يمشي شوي أو إذا بدو يطلع الدرج بتحس البين زاد عليه لما يرتاح بخف عنده البين تمام فداما في عندي أنا aggravating factors يعني أشياء بتزيد عندي الألم و relieving factors أشياء بتخف عندي الألم والأمثلة كثيرة الـ pain can be produced بالديرمس المسل connected tissue cornea preosteum إلى آخرية كل هاي فيها pain receptors ممكن تحس بالألم نأتي إلى causes of pain أسباب الألم رح نحكي عن ثلاث أسباب tissue damage رح نحكي كمان عن tissue ischemia وأخر إشي عن muscle spasms أو التشنجات العضلية أول إشي tissue damage التلف اللي ممكن نصير على الأنسجة أي noxious stimuli أي محفز ضار أو مؤذي نحكي عن thermal mechanical chemical ممكن يسبب لي tissue damage ولكن هون نقطة مهمة لازم نعرفها إنه شدة الألم أو intensity of pain ترتبط ارتباط ثام أو ترضي مع rate at which damage to the tissues is occurring يعني سرعة التلف اللي بتصير على الأنسجة سواء كان المسبب heat bacterial infection injuries إلى آخر هي بيكون هي المتعلقة بال intensity of pain مع شدة الألم وليس total damage اللي صار عندي عن الأنسجة وليس مقدار الكل للتلف على سبيل المثال ممكن أنت تعرض حرارة كثير كبيرة للجسم تروح بسرعة كبيرة تخلص من skin والdermis واللي تحت الدermis من عضلات وتعمل تلف بمنطقة صغيرة ولكن سرعة التلف الكبيرة اللي صار فيها عملت لك intensity of pain عالية بالمقابل لو أنت كان عندك المقدار الكل للتلف كبير ولكن سرعته كثير بطيئة يعني الواحد على ثلاث سنين صار عنده الأنسجة دمج عليها بشكل واسع ولكن على مدة طويلة فهون الألم ما رح يكون intense هذا الفرق بين acute pain والachronic pain ممكن acute pain يكون بمنطقة صغيرة ولكن لأنه سريع عمل intensity of pain إلا أنه أخذ وقت كثير بطيء عشان يعملي tissue damage ما كان intensity of pain عالية فهمنا الفكرة؟ إذن بعد ما فهمنا أنه نوكشو ستيميولاي هو بيعملي tissue damage وبيبلش pain sensation بنعرف شو بيصير بالضبط على مستوى التشوز التروماتيز تشوز هاي الأنسجة لتعرضة نوكشو ستيميولاي سواء كان حكينا كيميكال ميكانيكال ثيرمل راح تصير تفرز inflammatory mediatus زي شو البروستاغلاندين البروستاغلاندين السيراتونين السبستانس بي والهستامين كل واحد فيهم الوظيفة خاصة راح نحن نحكي عنها الكيميكال سبستانسز اللي ممكن يتعرض لها الجسم are especially important in stimulating the slow suffering type of pain اللي بصير بعد التشو انجوري يعني أي مادة كيموية عم نحكي عن أحماض حارقة قواعد بكلور إلى آخره يعني هاي المواد تعملي slow suffering type of pain يعني المريض إذا صار تعرض لأي مادة كيموية راح يكون الوجع شديد ويعذبه أوكي البروستاغلاند أول واحد راح نحكي عنه شو وظيفته يحكي لك might be the agent most responsible for causing pain بعد التشو دامج أوكي يعني صار عند التشو دامج البين بعد التشو دامج بيكون مسؤول عنه هو البروديكينين التشو انجوري شو بتسوي كمان تفرز البروديكينين وبروستاغلاندين هذولا شو بيعملو sensitizing أو activate للنوزو سيبتورز انتر نتيرة تنلب تحفيز النوزو سيبتورز راح نصير نفرز substance P وكالسيتونين جين related peptide اللي هو ايش CGRP الآن substance P اللي احنا شايفينه هنا إله وظيفتين تمام احنا راح نفرز من النهايات العصبية الوظيفتين اول وظيفة substance P اللي منسميه كمان Lewis Pain Producing Factor أو pain factor راح يشتغل على المast cells بعملها degranulation وبيفرز الهستامين والهستامين شو وظيفته برضو بيعمل activation للنوزو سيبتورز برضو وظيفة ثانية لل Substance P يعمل بلازما extraphazation والCGRP اللي بنفرز معه بيعمل dilation للblood بيسلز فنتيجة لذلك احنا منعرف انه extraphazation والdilation بلاز بيسلز راح يتكون عنها إديما الإديما causes additional release للبرودي كينن وحكينا شو وظيفة لبرودي كينن responsible for causing pain بعد tissue damage السيراتونين 5HT released من platelets وactivates النوزو سيبتورز فكل هدولة الinflammatory mediatورز اللي هم دور في تحفيز البين هسا الخطوة الثالثة بعد ما احنا عملنا tissue damage وبعد ما افرزنا inflammatory mediators تيجي عنا النوزو سيبتور free endings free nerve endings بتعمل بصير لها sensitization كيف by opening sodium channels فبصير عليها depolarization وبعدا احنا شو بنبعث action potential هسا intensity of pain filled correlates with قبل شوية احنا حكينا intensity ترتبط بسرعة tissue damage صح ولا لا هنا برضو في عوامل ثاني بتحددلي intensity of the pain اول اشي local increase بالpotassium ion concentration اوكي والثاني شغلة increase in proteolytic enzymes هاي البروتيوليتك رح تقود تتحلي لبروتينات فرح تعمل directly attack على nerve endings وتعمل excitation للبين by marking ish in nerve membranes وتخليها more permeable انها تدخل الصوديوم ايون وبالتالي more action potential رح تنبعث لل spinal cord ورح تعطيني intensity اعلى من البين المسبب الثاني للبين هو tissue ischemia احنا منعرف انه definition للتشو ischemia هو a reduction بالblood flow بينتج عنه decreased oxygen و nutrient supply للتشو صح او لا طيب التشو ischemia بين بيجي نتيرة لشو احنا منعرف انه التشو دائما بتحتاج اوكسجن عشان تعمل metabolism ومنحكي له aerobic metabolism لما ما تلاقي اوكسجن بتصير تتحول من aerobic ل anaerobic metabolism ونتيجة لذلك بصير عندي تجمع ل lactic acid والgreat او large amounts of lactic acid accumulation جوة تشو هي المسؤولة عن التشو ischemia بين اوكي ومعلومة جدا مهمة بيحكي لنا انه التشو ischemia بين بيكون اسرع ظهورا بالتشو اللي فيها greater rate of metabolism يعني احنا منعرف انسجة الجسم في منها الانسجة اللي بدلها شغاله طول الوقت great rate of metabolism زي الميوكارديوم في القلب زي عنا العضلات بال extremities وفي عنا التشو لا الميتابولزم فيها ابطأ شوي فاذا كانت الاسكيميا متعرضة للتشو فيها great rate of metabolism البين رح يكون اسرع لانه احنا رح نحتاج blood اكثر ما في عندي اكسجين رح سير في عندي accumulation اكثر ل اللاكتيك أسد طيب شو هي الحالات اللي ما نشوف احنا clinically وبتدل على تشو اسكيميا عندنا angina pictoris وعند intermittent claudication الانجين pictoris كل ياتنا نعرف انه هي الدبحة الصدرية بتكون عبارة عن sub-sternal pain develops لما الميوكارديوم becomes ischemic during exertion لو نجيج نشوف الصورة هذي كل ياتنا نعرف انه بالاسكيميا لاحظوا في عندي atherosclerosis او ممكن clot حتى تعمل بلوكينج للكوروناري ارتري الموجود بالمايوكارديوم هاي البلوكيج تعمل تعمل ل البلود فلوك وبالتالي ما في اكسجين سيوصل وبالتالي رح تزمع عندي lactic acid تمام هاي احدى النظريات ل الاسكيمي انه اللاكتيك اسيد هي المسؤولة عنها في نظريات ثانية رح نشوفها اوكي فبنتج عنها شو الانجانا بكتوريس اللي هو tightness or pain in chest هذا هو التشو اسكيميك pain طبعا زي ما شفنا كان substernal pain ولايما بتلاحظوا انه بزيد مع الاكسيرشن ليش منطقيا لانه انا لما اعمل مجهود اكثر انا بدي اضخ دم اكثر من القلب وبالتالي القلب رح يكون فيو greater rate of tissue metabolism اوكي الانجانا pectoris pain is a classic example of the accumulation of p factor in a muscle الدكتور ما دخل بتفاصيل هاد الفاكتور او شو بيسوي بالزبط فبس انتو اكتفوا انه accumulation لل p factor جو المايوكارديوم يعني جو عضرة القلب هو classic example للانجانا pectoris pain الانجانا pectoris كيف ممكن نعملها relieving كيف ممكن نريح المريض اول اشي pyrus لانه غالبا هاي الذبحة بتيجي مع exertion زي ما حكينا فهذا الاشي رح يقلل لي المايوكارديا auto requirement وبسمح بعدين في the blood supply to remove factor اللي هو p factor ممكن كمان نستخدم nitroglycerine بعمل vasodilation بحالات ثانية تمام nitroglycerine اللي هي حبة تحت اللسان برضو بتريح المريض الانترميتن clodication pain produced وين بالleg muscles احنا نحكي خاصة بالcalbs اللي هي بطط الرجل of persons with occlusive vascular disease يعني وين تيجي المرضى اللي عندهم زي atherosclerosis في deposition بوين بالvascular artery اللي رايح لل extremities وبيكون الوجع بالcalbs غالبا ممكن بال thigh ممكن بال fields الى اخره برضو نفس السبب نتيجة لreduction بال blood flow لللم تمام لنحن نعرف extremities اخر ايش بوصل لها الدم فاذا صار في عندنا تضيق وقل عندي blood flow بصير عندي spasm وبصير في عندي eschemic pain تمام الانترميتن claudication comes on while the patient is walking and disappears on stopping لاحظوا احنا سميناها انترميتن انها بتيجو بتروح اذا مش المريض شوي وحرك حاله وصار عندي نقصان في blood flow بصير في عنده واجع فبرجع برتاح برجع ونقف كمان مرة برجع له pain عشان نكس سمينا احنا شو intermittent بيجينا pain cramps tightness heaviness burning الى اخر المسبب الثالث والاخير لل pain هي muscle spasm تقلصات العضلية او التشنجات العضلية ال pain اللي بجينا منها نتيرة pain receptors يعني هاي مستقبلات ألم تتحفز عن طريق الحركة الميكانيكية تمام اللي هي شو هي الحركة تقلص العضلات ال indirect effect هون العضلات نفسها بشكل غير مباشر وهي عم تتقلص بتكون عم تضغط على blood vessels فبتعمل لي ischemia فهاي نقطة ثانية جايزة بين muscle spasm وتشو ischemia تمام ننتقل العلماء صنفوا pain حسب adaptive pain و pathological pain ال adaptive pain له فائدة يعني هون الجسم بستجيب استجابة طبيعية زي ما حكينا قبل شوي protective signal warning signal وحكينا كمان vital sign فهاي لها benefit صح ولا لا ال adaptive راح نقسمها نوزو سيبتف و انفلماتوري النوزو سيبتف راح تتقسم معنا ال somatic و visceral somatic بتعرفها بتكون على الجد او مستوى العضلات وال visceral الاحشاء جوالجسم فال somatic راح نقسمها لل superficial و deep ال pathological هنا لا هنا في عندي اشي مرضي حالة مرضية اي عنا ال neuropathic pain اللي راح نصنفه ل central و peripheral وعنا dysfunctional pain تمام فالnodicative pain عبارة عن استجابة طبيعية فيسيروجية physical pain وهو عبارة عن actually or potentially tissue damaging effect زي ما اتفقنا قبل شوي حكينا ان النوزوسبشن بيبلش من النوزوسبتورز بعدين نتيرة الكيميكا الميكانيكا الثيرمال الى اخيره راح تتحفز عندي هاي الرسبتورات تتروماتايز تشو بتصير تفرز ل inflammatory mediators وبعدين اخر اشي بتتحسس عندي او مصير sensitization على مستوى free nerve endings عشان تبعط لي signals وصفي عندنا نوزوسبشن انا اعطي لكم فكرة نوزوسبشن كلياتها بشكل سريع فالنوزوسبت بين type زي ما حكينا somatic و visceral اوكي راح نحكي اول اشي عن types of نوزوسبتورز مستقبلات الالم هاي احنا ممكن نصنفها حسب اللي راح يعمل ل excitation ل ففي عندنا mechanical temperature او thermal chemical و polymodal نوزوسبتورز هدول الاربع انواع الميكاني سنستيب نوزوسبتورز هاي بتنتقل عن طريق اي type of نير فيبرز الفاست ميلينيتد اي دلتا فيبرز كيف راح تم تحفيزها هي عبارة عن سنسور ريسيبتورز فور بين فل ستميولاي اذا اجا نتيجة ل يعني تعملي بين فل ستميولاي او كي عنا temperature sensitive او thermal sensitive نوزوسبتورز هاي بتنتقل عن طريق A delta وال C فيبرز thermal نوزوسبتورز كيف بصير لها اكتيفاشن اذا وصلت ل skin temperatures فوق 45 حكنا هاي عنها or freezing cold عنا chemical sensitive نوزوسبتورز وال poly poly من اسمها يعني اكثر من هاي بتنتقل عن طريق slow and myelinated C fibers عبارة عن combination من هدول الاستيميولاي اللي حكينا عنهم بالرغم من انه معظم النوزوسبتورز بتكون sensitive لنوع واحد من painful stimuli ممكن بعضهم يستجيب ل two or more types شو حكينا فائدة نوزوسبتورز system بيشتغل ككيف hysterergic function انه يحمي الجسم prevents further tissue damage عن طريق ايش withdrawal reflex او avoidance response اللي حكينا عنها فعشان هيك حكينا عن النوزوسبشن protective factor للجسم اوكي هلا بنرجي نفصل احنا بالtypes of pain زي ما حكينا في عنا الadaptive بتتقصر من نوزوسبتوري رح نبلش اول اشي بالنوزوسبتوري بنفصل عندي ل somatic pain و visceral pain قبل ما نحكي عن هاي التفاصيل بدي اعطيكم شوية معلومات انميز بينات sharp pain والdull pain هلا sharp pain هو الالم الحاد اوكي الدull pain هو الالم احنا نحكي له مزعج بيكون الالم زي سقيم عامل لي ازعاج بس مش حاد خلينا نفهم كيف هسا sharp pain بيكون دائما متعلق بال superficial somatic pain يعني انت لو تروع عند المريض بيكون ماكل ضربة على صدره او صير معاه شد عضلي بالعضلات اللي هي سطحية لو تيدي تحكي له وين ماكان الوجع بيقدر يحدد لك يا بالزبط بيكون لانه ما بيكون زي الضل pain هلا الضل pain لانه بيكون داخل جو شوي سواء عم نحكي عن أو عم نحكي عن فهدول التنين الديب والفسرال يعطوني دل pain هذا الضل بيكون بطبقات تحت شوي فإحنا ما بنقدر بالزبط نحدد وين مكان الوجع يعني لو نيجي للصورة هادي هاي المريضة صار معاها شد عضلي بهاي المنطقة فلما الدكتور قالها وين بزرط مكان الوجع قدرت انها ايش تحدد مكانه تمام دايما لما تروحوا انتم بالمستشفات الكتير راح تستخدموا هاي المصطلحات بيقدر تحدد مكان الوجع اذا قدر فانت على طب تفكر بمسكور تمام اما اذا ايجان المريض بمثلا او يعني التواء كاحل هنا بيكون الوجع لجو شوي ما بيقدر يحدد لك بالزبط وين مكان تمام وهاي هي البصرة البين زي شو شفناها قبل شوي بتكون بالبصرة بالاحشاء سواء منحكي عن مغس سواء منحكي عن اسكيميا وهنا المريض برضو لو تسألوا وين مكان الوجع ما بقدر يحدد لك منطقة واحدة او نقطة واحدة بيكون بيأشر بكف ايده كامل على تمام على منطقة واسعة اوكي فلازم تميزوا غالبا بيكون بيكون يعني على طول بعد ما الواحد ينصاب بعد ارزاء من الثانية الوجع بيبلش تمام بيكون بيكون حاد بطبعه بيكون زي بيحكي لك حاد او زي لسعة كهربا تمام بيكون زي مثلا باستخدام نيدل او تمام وبينطقر عن طريق الادلت فهونا لا بيكون ابطأ بيحتاج ثوان شوي بعد ما يبلش الوجع يزيد شوي شوي بيأخد بيكون عادة مع تيشو لما جي المريض يوصف لك الالم بيقول لك بالانجليز طبعا بالانجليز بيقول لك يعني يعني بيعمل لغثيان تمام لانه وين بصير حكينا بال ديبر تيشو و نرجع لل السلايدات السوماتيك بين حكي من قسم عنا لل سوبرفيشيال و ديب سوماتيك بين سوبرفيشيال زي ما حكينا أرائز من نوز سيبتوف ريسيبتور بالسكن والميوكس ممبرينز أشياء سطحية الميوكس ممبرينز عم نحكي عن النوز عم نحكي عن الليبس الماث إلى آخره الديب سوماتيك بين لأ هذا بيكون بديبر تيشو زي الجوينت البونز التندون والمسلز تمام الديب سوماتيك بين نحكي له الضل زي الفيسرال بين تفقنا عليها والضل لك بين إلو ثلاث خصائص مهمة أول إشي ممكن يصير يعني ما يكون بإنتنسيتي عالية وما يكون سيفير فإنت تقدر تقوم بوظائفك اليومية زي المرضى اللي عندهم يعني ممكن أنه يتحمل الألم إذا زاد عليه كثير بالإكزيرشن بياخد له نيتروغليسرين أموره بتمشي تمام وبيكون على مش زي بتنكسر رجله وخلص جبرها أموره تمام لأ هذا بيضل نحكي له إحنا كرونيك شوي مزمن بيكون وممكن نسل له إذا ضغطنا عليه براشر يعني إنت لما تضغط براشر بشكل كبير رح توصل لديبرتشو ممكن تأثر على أوكي ولكن عادة إحنا المين بتأثر عننا بالبراشر على طول تمام طيب آخر معلوم بيها يعني إنت لو تمسك نفسه وتعصرها وتخبطها أو أي إشي ما رح يصير عليه تست ما رح تحس بأي ألم لأنه إحنا حكينا وظيفة لبرين إنه يعمل للمعلومات عشان يحل لي أو يعمل لي للبين اللي وصلني من إيش من اللي موزعة بالجسم طب رح تيجي تحكو الوجع اللي بيجي من الصداع الهدك من وين بيجي هون الموجودة في نفسها موجودة في المنينجيز اللي هي السحاية الطبقات اللي بتغطي المنينجيز موجودة على ممكن أو خلينا نحكي اللي موجودة بالرأس فمش بالنفسه برضو هلا الحكي بينطبق على على الكيدني بارينكيما بما تسمع إحنا بالمغص الكلوي ما بتكون الكليه نفسه هي اللي فيها الوجع البرينكيما بتبعت الكليه لا ممكن فيه ستونز عندي معلقة بالحالب بالرينال كاليسيز بالرينال بيلفز كل هاي الأشياء هي المسؤولة عن الألم وليس الكيدني بارينكيما نفسه نفتقي شي بنطبق على اللنغ تمام البلود بس بتكون بس مش بارينكيما نفسه لأنه هدولة كلياتهم ما بيحتووا على بيين بيسيبتولز الجسم كثير صح ولا لا في عنا راح نشوف القلب تبعت الهولوفيسكس عم نحكي احنا عن القول بلادر أو عن يعني في كثير عنا أحشاء بالجسم تعملي فإحنا هنا بدنا نعرف نعمل تشخيص حسب إذا كان صار عليها تمام كل اللي بتكون مبلش عندي بالثورسك بالصدر أو الأبدوم من الكافيتز هادي بتنتقل عن طريق ل small type C pain fibers and therefore ممكن بس إنها تنقل إيش ل chronic aching suffering type of pain دائما نحن نعرف C pain fiber لأنها بطيئة فرح تنقل ل pain اللي بيكون chronic مزمن aching مزعج suffering بيغلب الواحد الفيسر البن can be caused by any stimulus that excites the pain nerve endings by diffuse areas of the viscera زي ما قلت لكم ما بنقدر نعمل localization لمنطقة محددة بالبسرة لا بتكون كلياتها متأثلة diffuse areas تمام إذا حفزنا the pain nerve endings الموجودة بالبسرة على طول بتكون عندي البسرة البن شو هي الاستيميولاي اللي بتعمل البسرة البن في عنا الإسكيمية البسرة التيشو زي مايوكاردن انفاكشن شوفناها قبل شوي تمام عنا الكميكال دميج to the surface of the viscera زي البيبتيك ألصر ليش حكيناها كيميكال دميج لأنه البيبتيك ألصر هي جاي نتيجة لزيادة حموط المعدة تمام الاسبازم شو يعني هولو فيسكس اللي هو بتكون مجوفة عندي بالجسم شو يعني مجوفة يعني كانها أنبوبة زي هاي بتكون بلادر ستون معلقة او يوريترا كوليك برضو ستون موجودة بالحال باليوريترا واكسس ديستنشن في دا هولو بيسكس زي الجي اي تي دستنشن وآخر إشي في عنا الستريتشنج بدا كونكتب تشو حوالين البيسكس كل هاي الأشياء بتعمل لي استيميوليشن للبسرى البين البسرى البين لو نيجي نوصفه زي هو بشبه الديبسوماتيك بيكون يعني مبهم وبيكون مزعيد جدا واسوسياتي مع زي ما حكينا او تعرف وغيره زي ما شفنا بالصورة هونه كيف في الاسكيميك بين ممكن يعمل ايش راديياشن على طول الشولدر تمام هاذا على مستوى المايوكارديوم طبعا وين رحنا احنا اوكي البسرى البين سلدم سيفير ايبن بالهايلي لوكالايز تايبس او دامج بدا بسرى يعني حتى لو صار في عندي دامج كثير عالي غالي ما بيكون سيفير زي والله مثلا واحد رجلو انكسرت تمام فدايما الوجه تبع السوبرفيشي السوماتيك بين بيكون بيغلب اكثر من الفيسرى البين الفيسرى البين الفيسرى البين دائما واحد بيجي بحكيه لك تحاسس انه قلبي بتعصر حاسفين عندي ضغط على صدري الفيسرى البين سوماتيك بين ينيشيييس ريفليكس كونتراكشن للنير باي سكرتال المصل تمام كيف السوماتيك بين كان يعمل العضلات اللي حواليه صرت تنقبض ريفليكس كونتراكشن الفيسرى البين ممكن يعمل هذا الاشي كمان هاي الريفليكس سبازم يزيجورين the abdominal wall and makes abdominal wall rigid and it's cold guarding ان شاء الله رام توصلوا من الاشياء نعملها بال اللي هو فحص المريض او الفحص السريري مثلا بيكون عندو زايدة ملتهدة تمام يعني انت زلمة وقلمس بطمو بيكون عامل سيفير كونتراكشن بكون عندو ريفليكس سبازم كثير سيفير اذا حطيت ايدك على بطمو على طول يعني بصير يصرخ تمام هاي بنحكي لها ال guarding guarding يعني كأنه الواحد بيحم بجسمه من اي اشي ممكن كمان يسبب له قلم غير القلم اللي عندو اوكي الفيسرى الريسيبترز في عندي عدة انواع اول اشي النوزيبترز مستقبلات القلم ولكن بيكون توزيعها اقل من التوزيع الموجود بالسماتيكستركترز عشان هيك زي ما احكيت لكم مستقبلات الالم بالبسرة لانها قليلة فالرسائل اللي توصل لبراين ما بتعطي واللوكاليزيشن زي السوماتيكستركترز تمام سوف نحكي او ما في عندي اي بالبسرة على عكس السوماتيك في عندي الكيموريسبترز خاصة بال والأوزمناريتي تابعة الفول. هاي هي الرسيبتورز اللي موجودة وين? بالفيسرة. هسا الرسيبتورز اللي موجودة بجدار الهولو فيسرة. حكينا هولو مجوفة. زي اليوريتر والجول بلادر والانتستن. كل هاي الهولو فيسرة في بجدارها رسيبتورز. بتكون حساسة اكتر اشي للدستنشن. تمام? يعني السبازم اللي بصير بهاي الورغنز بجدار هاي الاعضاء. لما صرفي عندي دستنشن وكونتراكشن. هاي الرسيبتورات بتكون كتير سنستفئلها. وبتعمل بين بكون واكسز ان وينز. شو يعني واكسز ان وينز? يعني انترمتنت. يعني بيروح و بيجي. تمام? كل ما صرفي عندي دستنشن يتحفزو عملت لبين. خفد دستنشن بيروح البين. وهكذا. زي شو حكينا? اي حدا بصير معه مغس بصير بطنه يضرب عليه شوي بعدين يخف. يضرب وخف زي هيك. يعني واسو دم كثير. للا تبلي ماينر استيميولاي ممكن تعمله سيفير بين. يعني زي ما احكي لكم قبل شوي عن الابندسايتس. عنده ملتهب الزايدة. اي استيميولاي اي لمس خفيفة بهاي المنطقة ممكن تعمله سيفير بين. هاي احنا شو منسميها? هايبرالجيزيا. يعني بيكون في عندك ماينر استيميولاي بالعادي ما بسبب اي قلم لو الوضع طبيعي. ولكن لانه في عندي انفلاميشن او هايبريما بهاي الفيسرال اورغان. فكان اي ماينر استيميولاي رح يعمله سيفير بين. تمام? هاي مسميها هايبرالجيزيا. الافرنت والافرنت فيبرز والسي ان اس عن طريق السيمباتيك والباراسيمباتيك نيربز. هم المسؤولين عن شو عن بعث السيجنالز تابعة الفيسرال الانفلاماتوري بين هو التايب الثاني من الادابتف بين. الانفلاميشن از انيشيتد ابون تيشو انجوري. اتفاقنا قبل شوي احنا التروماتايز تيشو راح تفريز لي انفلاماتوري ميدياتورز. هادي بتعمل لي set of the cascade of biochemical reactions. هونا سيرتين سيلز اللي حكينا بالتروماتايز تيشو بالجسم بتبعت لي انفلاماتوري ميدياتورز بغض النظر يعني راح سير في عندي انفلاميشن يا راح سير في عندي تحفيزة مستقبلات معينة. ذات prime the nervous system for pain sensing. هدا الانفلاميشن راح يحفز النيروس سيستم عشان يحس لي الالم. يعني بحكي لك لو واحد تعرض الانفلاميشن مزمن. التهاب مزمن. هادا ايش راح يعمل لي تغيرات جوا النيروس سيستم. يعني البرين بصير يتحسس هادا الالم بشكل اكبر. يعني المفروض هادا الالتهاب لو انه قاعد فترة قصيرة يعمل لي الالم خفيف. ولكن لانه هادا الانفلاميشن كان على لونج تيرم. فبصير الورغن لتعرض الالتهاب هايبر سنستيب. بصير اي مشكلة تصير عليه اي التهاب خفيف يعمل لي يعني رسبونز كثير اكبر. طيب نسأل حالنا ليش النيروس سيستم بيستجيب بهاي الطريقة. يعني شو الفايدة من هذا الحكي. احنا حكينا انه ادابتف والادابتف الو بينفت دايما. الانفلاميات والرسبونز كنتربيوت ستوبين هايبر سيسيبيتي لشغريتين. اول اشي بعمل بريفنشن للكونتاكت. وبعمل بريفنشن للموفمينت او دا انجورد بارد عشان يسمح لها تعمل هيلينج. تمام? احنا دايما اذا بنحرك العضو المصاب. ممكن انه نبطئ من عملية الشفاء. فهاي الهايبر سنسيبيتي مع اي حرك ممكن صير عندي وجع بتخلي الجسم لا. انه اهدى شوي ما تحرك ايشي ما تعمل اسفازم ما تعمل اي حرك معينة عشان نسمح بالهيلينج. القسم الثاني من البين هو الباثروجيكالبين. هذا ما له اي فائدة. مجرد وجع بصيب الجسم ومنبتلي فيه. عبارة عن نيوروباتيكبين وفونكشنالبين او الفونكشنالبين سندرون. النيوروباتيكبين شو سببه? كوز باي الليجين اور ديزيز على السوماتو سنسوري نيربس ستم. سواء عم نحكي عن بريفيرل او سنترال نيربس ستم. يعني هون احنا عم نعمل دمج على الدماجينج ريبورتنج ستم. يعني شايفين النيربز اللي هي مسؤولة عن ايصال اعازات الالم للبريم. هون احنا بنعملها دمج. اوكي? فبتعمل النيوروباتيكبين وبتكون ترانزميتد باي ال اي بيتا او اي دلتا فايبرز وكمان الانمادينيتد سي فايبرز. هس النيوروباتيكبين احنا بنعتبره سيبرت انتنتيتي عن الكوندشن اتسل. عسبيل المثال. اذا سمعنا قبل بالشكين بوكس الجدري. احنا بنعرف انه سببه البريسيلا زوستر الفيروس. تمام? هلا لما احنا نعمل الراديكيشن الفيروس ممكن جزء منه يضلوا موجود بالجسم بنحكيله زي الطور الخامل. تمام? ما بيكون عامل لي اي مشاكل. ولكن مع تقدم العمر او اذا الواحد منعت وضعفت اصابوا امراض معينة ممكن يصير عندي لهذا الفيروس. تمام? كيف بطلع عندي على الجسم? على شكل شنجلز. احنا بنحكيلها بالعربي لحزام الناري. هادي ممكن يصير لها ولكن ممكن يضلوا موجود. عادي. احنا نعمل للبليسترز هادي والبين يضلوا موجود. انه زي ما احكي لكم هون المشكلة اللي صارت على مستوى السوماتو سنسوري نيرفل سيستم. اوكي? ما بنقدر نتنبأ فيه زي يعني هدولاك البين حكينا عن السوماتيك والبسرل. يعني احنا عارفين شو سببه وعارفين كيف تكون وعارفين كيف ممكن نعالجه. هادي لا مش اصلا. واليوروباتيك بين على طول لازم ندخل فيه. نعمل على السريع. من الامثل عن اليوروباتيك بين عنا السياتيكا. لهو عرق النساء. ممكن اسمعتو فيه قبل. هون هادي البين نعرف انه جاينا تيرة للضغط الدسكات الموجودة بالظهر على السياتيك نيرف. اوكي? فاحنا هون لما نعالج ما بصير بس والله نفك الضغط تبع الدسك ونسيب المريض. لا. لازم برضو نعالج اللي دا تصير على النيرف قبل ما تصير. طبعا هاي الجملة مكتوبة غلط. يعني مرطة بغلط. هو شو حكي لك؟ قبل ما يصير في عندي تغيرات على مستوى النيرف ويتضرر عندي السياتيك نيرف ويروح المريض بألم مزمن. لا. بدنا احنا نفك الدسك وبرضو نعالج النير. اوكي? النيوروباثيك بين occurs in pouts or paroxysms. يعني نوبات بيروث وبيجي. النيوروباثيك بين هارلي توبيت تريتد. لانه ما بيستجيب للانسيدز. هاي المسكنات الخفيفة. ولكن بكون بارش لرسبونسيب للأبيويد ثيرابي. هو العلاج بالافيون. ان ما يرسبوند لترايسيكليك انتي ديبريسنز. هي هاي احد انواع ادوية الاكتئاب. ممكن برضو تفيدنا بهاي الحالات. تمام? فهذا هو النيوروباثيك بين. هاسا عندي الكرونيك نيوروباثيك بين من قسمنا بيريفيرال نيوروباثيك بين وسنترال نيوروباثيك بين. البريفيرال بيكون على مستوى العصابة الطرفية. بيكون في عندي برايماري ليجين او ديس فانكشن على مستوى البريفيرال نيربس سيستم. الفكرة عندي هنا انه البريفيرال نيرز نفسهم بصير لهم كومبرمايزين يعني بتعطلوا او بتهيجوا. هذول الثنتين سواء تعطلوا او تهيجوا رح يبعتوا لي رسائل خاطئة للبرين والبرين يفسرها بشكل خاطئ. تمام? لاني انا حكيت لكم لنيوروباثيك بين هو الدمج بصير على الدمج ريبورتنج نيربس سيستم. يعني الضرر بيكون بسبب ضرر للعصب اللي هو المفروض ينقل لإحساس الألم. مش نتيجة لا تحفيز مستقبلات الألم. هاي المعلومة ضرورية لازم نفهمها. الشو هي البريفيرال كوزي لن يوروباثيك بين? اما نتيجة لتروما. ممكن 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 شو يعني هاي? لما النيرب يحتشر او ينحشر بمنطقة فيها ضغط من 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 الى اخره. زي شو? زي الكاربلتينل سندروم. اكيد شفتوها ممكن في الباثولوجي. عنا كمان السياتيكا. زي ما حكينا قبل شوي ممكن العرق النساء يكون مضغوط عن طريق الدسكات تبعت الظهر. عنا كمان الفانتوم هاي شرحنا عنها بالمحاضرة الصالقة. الميتابوليك ممكن دايبيتس ميريتس. يعمل لي بانفول دايبيتك بيريفيرال يوروباثيك. اكي? انفكشنز. هيربيززوستر. شينجلز. بوست هيربيتك نيورالجيا. ممكن تجيني كمان من بارزيلا سوستر. اه ايش اي في التوكسيز. عنا الكيموثيرايبيتك ايجنز. هاي ادوية الكيماوي. الالكوهول. زي البولي ارترايتس نودوزا. وعنا مشاكل بالنيوتريشن. زي ديفيشنسي بال P3, P1, P6. واخر اشي. دايريكت افكتس او كانسر. الكانسر نفسه اذا كان عامل او كان عامل انفلتريشن. ممكن سببلي بين على مستوى يعني صراحة هاي الاسباب حفظ زي ما هي. اوكي. نفس الاشي. ولكن على مستوى الاسباب الموجودة عنا. اللي هي السكتات الدماغية. مستوى الاسبانال كورد. مالتيبرسكيروسيز. تصلب اللويحي. والتيومرز. تمام؟ هاي الصورة بتوضح البوسيبل ميكانيزمز للسنترال والبريفيرال نيورو باتيكبين. صراحة الدكتور ما ما طلبكم فيها. يعني ممكن تقرؤوها انتو للمعرفة. ولكن ما هيجي منها بالامتحان. من الميزات الثاني لنيورو باتيكبين انه ما بتبع اي ديرماتومال ديستربيوشن. المفروض احنا اسمينا بهذا المصطلح قبل. الديرماتومال ديستربيوشن. زي مثلا لو صار عندي انجانا فيكتوريس. منلاقي انه الوجع بلش بهاي المنطقة للذبحة الصدرية. وعمل على طول الشودر. ممكن يوصل الارم للهند. فهذا الوجع نحن بيكون على السيجمين تبعت الديرماتوم. اوكي. هذا الاشي ما بنطبق على النيورو باتيكبين. فممكن نلاقي وجع في الاكسترميتي بالبورشن وفي ترنك. على الهيد على الفيس. بالرغم من انه ما عندي اي بهاي المنطقة. ما في اي اصابة واضحة. ولكن كان في عندي بان. هذا هو النيورو باتيكبين. بيجي الوجع باماكن عشوائية. تمام? هلا بنا نحكي عن السيمتومز والساينز اللي بجيني فيها المريض. السيمتومز اول ما تسموه هذا المصطلح هي الاعراض اللي بيجي بحكي لك المريض حاسس فيها. اما الساينز هي الاعراض اللي احنا بنكتشفها واحنا بنعمل فحص للباشن. تمام? فالسيمتومز ما يصرح به المريض من اعراض مرضية. وفي عنا قسمين. سيمتومز و سيمتومز. سيمتومز. سيمتومز من اسمها. هون بتكون الاعراض عم تيجي لحالها بدون اي تحفيز خارجي. اما سيمتومز افوكت لأ هون في عندي اعراض جاي نتيجة لتحفيز خارجي. في عندي اول اشي بالسيمتومز. ممكن حتى احنا منا يصير معانا سيمتومز نكون قاعدين. فجأة منحس في نخزات هيك على جسمنا. زي شوك لايك او هاي بتكون بيرسستنت بيرنين ممكن انترميتنت بتروحوا تيجي. اه بنحكي لها سبونتاني وسباني. الديستيزيا هون الجسم زي بيفسر السنسيشن بطريقة خطأ. فبتكون عبارة عن امبلزنت ابنورمال سنس اف تتش. لمسة معينة. ممكن تعملي بيرنينج ماوت سندروم بيرنج سكالب سندروم. يحس زي هيك تمو عم ينحرق او فروت راسو عم تنحرق تمام. والديستيزيا صراحة ممكن تكون سبونتاني وس ممكن تكون عادي يعني. البرستيزيا هون ابنورمال نوت امبلزنت سنسيشن. اكيد كثير بصير معانا رجلينا بتنمل بصير فينا حكة. هاي بنعتبرها نوت امبلزنت يعني مريحة ومش مريحة تمام. ما بتوصل لدرجة بيرنينج سندروم بالديستيزيا. الاستيملوس ايبوكت سيمتمز بتنقسم برضو ثلاث اقسام. الودينيا هايبرالجيزيا وهيبرباثيا. الالودينيا اذا انتو شايفين بالرسمة هنا. الها اقل ثراشول. شو يعني? يعني شايفين الاستيميولاي اللي هي المفروض ما تعمل لي اي وجع. يعني لو لمستك على جلدك مثلا. او انت مثلا حركت رجلك. هاي الاشياء مش مفروض انها توجع. ولكن اذا صار المريض عنده الودينيا. الاستيميولاي اللي ما بتعمل لي بين بتصير تعمل لي بين. بيش? لانه اللي ثراشولز تبعت البين ريسيبتورز بتكون اقل اشي بتكون لورد على الاخر. فاي استيميولاي ممكن يعمل لي وجع. تمام? وهي يعني السيفير فور من الاستيميولاس ايبوكت سيمتمز. الهايبرالجيزيا هنا لا. بس انه الاستجابة تبعت الجسم زادت. لا ايش? لا اه اه بينفور استيميولاي. لانوكش استيميولاي. يعني هنا انا مثلا قرصت البيشنط على ايده. المفروض القرص هي خفيفة انها تواجع شوي. ولكن ممكن تعطيني اكزاقريتد ان برولونجد بين. نحكي لها شو? هايبرالجيزيا. بصير المريض حساس اكثر. الهايبرباثيا ممكن تكون ديلايد او اكسبلوسيب ريسبونز لاني بينفور استيميولاس. بالديلايد يعني انت ممكن تقرس من هنا بعد والله خمس دقائق يستجيب للقرصة. يحس انه والله هسا وجعته. نحكي له هايبرباثيا. تمام? اخر اشي الساينز بننقسم عندي لبوزيتيب سنسوري ساينز ونيجتيب سنسوري ساينز. البوزيتيف هون مصير في عندي اوبر اكسيتيشن للنيربز. تمام? بنتج عنها ديستيزيا براستيزيا سبونتينيوس بين. وساينز او اوتونيك انستابيريتي. شو يعني اوتونيك انستابيريتي? زي مثلا افكتد لم يعني الطرف اللي صار في ايو نيوروباثيك بين. سواء ايدك او رجلك. ممكن تحس انها ابرد من الطرف الثاني. او تحس انها وارمر من الطرف الثاني. اوكي? النقاط في سنسوري ساينز لا. بصير في عندي تخفيض بالستيميوليشن للنيربز. تمام? بصيروا اضعف. هايبوستيزيا بصير الواحد مش حاسس بالسنسوري كواليتي كويس. لوس او او امبيرمت للسنسوري كواليتي. تمام? زي حكي لكم النيوروباثيتي ممكنه اصير مع الديابيتس متقدم الى او امر. البرستيزيا ايضا ممكن تكون positive او negative عادي حسب السبب. الـ functional pain اخر ايش نيكي عنه من الـ pathological pain. functional pain syndrome. لما الفيسيروجيك او الorganic cause for the pain can be found. يعني انا مش قادر افسر هذا الوجع من وين جاي. often after extensive testing and multiple reference. يعني المريض طلوا رايح جاي عالدكتور وحاسس بوجع. ولكن احنا احنا مش قادرين نحدد مكان الوجع لما تأخذه Psychiatry اللي هو علم نفس بالكلينيكل او طب نفسي رح تأخذه عن اشي اسمه بيكون المريض رايح جاي على المستشفى حاسس في وجع احنا مش قادرين نحدد وين وهذا طبعا رح تقسموه لعدة اقسام ممكن هو عن جد عنده وجع ومش عم بيكذب ومش لقينه تمام وممكن المريض عم بتهياله انه في عنده وجع تمام فهذا بيكون اشي نفسي تمام وممكن المريض عم بيمثل عشان ياخد غاية معينة ويغيب عن الشغل الى اخرى تمام فهونا احنا نحكي بس عن الفيسوريجيك او اورغانيك كوز اللي احنا فيه واجع عن جد بس مش قادرين نتفسه Functional Pain Syndrome نحكي لها في عنده لتفدي نيوار كونسيبت مفهوم جديد لالبين سنسيفيتي بتكون due to an abnormal processing or function by central nervous system in response to normal stimuli ممكن هيتوخذ عنها اكثر بالCNS يعني ممكن لا اهي دراسة جديدة بيحكي لك انه صار في عندي Pen Sensivity نتيجة لا مشكلة بمعالجة او function بالCNS يعني central nervous system نفسه فهم البين اللي جايه بشكل غلط تمام فعمل لي ايش Hypersensivity للبين several conditions consider to have this abnormal sensivity او بنحكي لها hyper responsiveness تيجي هاي الحالة مع عدة شغلات اما الفيبروميالجيا الips attention headache temporal mandibular joint disease والانترستيشا سيستايتس هدولا كلياتهم يكون في عندي مشكلة بالprocessing داخل الCNS بسر البين بشكل hyper عن الوضع الطبيعي اخر ايش بنا نحكي عنه هو psychogenic pen هذا الم بجيني نفسي يعني مع depression والانجزيتي تلاقي الواحد مكتئب راح على امتحان معين فوق اكتئابه جاب علامة مش كويسة فصار عنده الم تمام ممكن مع الانجزيتي كمان ليش احنا ربطنا مع psychogenic يعني مع psychology مع نفسية الpatient لانه ممكن هذا الوجع نفسه اللي صاب بالpatient تمام لو راح مثلا على اشي يفرحه لو راح رحلة لو سافر نفس الوجع بيكون عليه اخف تمام فاحنا ربطنا هذا الوجع بالpsychiatria تابعة الpatient بحالته النفسية تمام هنا الدكاترة بصيروا صعب عليهم يميزوا هل هذا البين ايجاني secondary والانجزيتي ولا هو فعليا بين مولد عنده بالجسم تمام فهذه هي فكرة هيك منكون خلصنا كل طيب سابعة البين ان شاء الله تكونوا استفدتم من هاي المحاضرة ويعطيكم الافية